90 مليون دينار تم تخصيصها لصالح وزارة الإسكان والتعمير لأجل تعويض المتضررين من أزمة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في بلدية زليطن قرار أصدره رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بناء على الاجتماع الذي عقد بين عميد البلدية مفتاح حمادي واللجنة المركزية لأزمة ارتفاع منسوب المياه في المدينة حيث قدر عميد زليطن قيمة التعويضات بالمبلغ الذي خصصته الحكومة وقد أوضح حمادي أن العملية ستتم بنظام الأولويات زليطن الأسبوع القادم تستقبل فريقا أجنبيا إنجليزيا كان قد قام بمعينة أزمة ارتفاع منسوب المياه وكذلك للاطراع على بيانة اللجنة الفنية وإجراء دراسة بشأنها بحسب رئيس لجنة الأزمة والطوارئ ببلدية زليطن مصطفى البحباح أزمة المياه الجوفية التي بدأت نهاية العام الماضي في مدينة زليطن لا تزال تدعيتها شاخصة على المدينة بالإضافة إلى أنها زادت من حصار المواطنين ودمرت العديد من الطرق وأسفرت عن حدوث هبوط أرضي فإنها تسببت في تضرور مئات المنازل وانتشرت المياه في ساحات عديدة بالمدينة وسط نداءات مستمرة من المعنيين بالإصحاح البيئي للتدخل حتى لا تتسبب الأزمة في كارثة بيئية ولتزال الأسباب مجهولة بشأن أزمة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليطن وهو الأمر الذي دع السلطات إلى تشكيل العديد من اللجان إلى جانب الاستعانة بخبراء أجانب يحددون الأسباب لتسهيل عملية المعالجات لهذه القضية وكان من أوائل إجراءات التعاطي مع الأزمة هو القرار الذي أصدرته اللجنة الفنية العليا لمتابعة الأزمة بإيقاف البناء بالمناطق المتضررة حتى توضع مواصفات ومخططات حديثة ومعينة وتبقى تلبية مطالب المتضررين من أزمة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليطن والتي تسببت في نزوح العديد من السكان وما سببته لهم من خسائر تبقى مطلبا مشروعا في انتظار تحقيقه على أرض الواقع